انت تزعل لما يكون فيه تأثير مثلا فيه تأثير من اي لعيب من اي حد في الجزء فاني كلمة لا الواضح نفيش اي تأثير من اي حد عملنا ماتش كويس ما كناش موفقين فرصة محمد شريف اللي فرصة علي معلوم فرصة بدر بنون يعني تقلق عبد المنصف وده وارد في كرة القدر عادي جدا لكن بصراحة يا جماعة بصراحة اللي مش عادي ان احنا بقى ايه لأهلة عدل من الارض تعال بقى نشوف بقى مين اللعيب اللي كان وحش مبارا ومسك بقى قطع فيه البعض القليل جدا 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 والصغار في السن شوية وكامل الاحترام ليه مفيش مشكلة لكن الكلام على ان مثلا حسين الشحات اه حسين الشحات لازم يفوق حسين الشحات وحش حسين الشحات يا جماعة طب ما احنا خلينا ناخدها كده بالعقل يا احنا دلوقتي كاهلوية مثلا جمهور الاهلي مثلا اه هو حسين الشحات عنده امكانيات كويسة او ما عندوش عنده امكانيات كويسة حسين الشحات لعيب جايد ممتاز مش جايد حسين الشحات المباراة اللي قابلي دي كان عامل ايه مطش الاتحاد وهو راجع من الاصابة عامل ايه نزل الراجل بدل طاهر عامل اسست وجاب جول وبعدين الراجل رايحه في الشوت التاني وطلعه بقى عشان لسه راجع من الاصابة يعني عامل مطش حلو او مطش اللي فات حسين الشحات من ضبن ابرز اللاعبين لسهبه في بطول الدورة عبطال افريقيا حد يختلف على دي محدش يختلف على دي الكرة اللي زي دي مثلا يقولك يا كان لازم يباصيها كان لازم طبعا كان خيار من الخيارات ان هو يباصي مثلا وكانت فرصة احسن لكن اللاعب ما شاء الله ماشي يمعابله فترة في الكورة اللي زي دي بيرقص الاول والتاني وحبه يحط الكرة في الجول بهو بتحصل ممكن تبقى موفق وممكن ما تبقاش ايه موفق فبالتالي فبالتالي هل هل هو ده الامر الايجابي واللي هيكون في صالح الفرق ان لما الاهل يتعادل مطش نشوف لعيب نقطع فيه لا ده مش منطقي بصراحة ده مش منطقي حسين لعيب كبير جدا جدا ومش معنى ان هو مش موفق في مطش يبقى ان هو لعيب وحش ولازم يبقى فيه وعفة اه ممكن ننتقد حسين شوية ممكن نحاول نفوق شوية بس يعني بطريقة وانا برضو بتكلم على البعض الغالبية العظمة طبعا متفاهمين جدا وعندهم قدر كامل من الوعي اكتر مننا كمان في كيفية مسندد النادي الاهلي يعني ده امر مفروغ منه لكن في نفس الوقت يعني واحدة واحدة على لعبتنا واحدة واحدة على لعبتنا الناس جابوا لنا السنة اللي فاتت دي المسلم اللي فاتت ده تلت بطولات سلوسية متحقيتش بقالها فترة ابرزوم بتقول دورة ابطال افريقيا في نهاء الكارن في مطش مع الزمالة وعملنا حاجة كبيرة جدا ونجاز كبير جدا فواحدة واحدة عندنا الممكنات موجودة عندنا مش فرقة واحدة عندنا فرقتين ثلاثة موجودية مع تدعمات والتر بوليا مهاجم ممتاز واختيار صائب جدا جدا من المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفاني فبالتالي واحدة واحدة الامور هتبقى كويسة وه هيا الامور اصلا كويسة وماتش تعديلنا فيه وارد جدا في ظل الغيابات في ظل عدم التوفيق في كل هذه الامور ان انت هتتتعادل تقلق الفريق اللي قدامك ده امر طبيعي جدا خصوصا للدورة السنة دي صعب للغاية فدي بعض الامور بتتعلق بمبارات مبارح مش نهاية المطاف ابدا ابدا ان شاء الله بإذن الله الاهلي يكون موفق في ما هو قدم المبارات ويعود للانتصارات بإذن الله تعالى هروح لفصل سريع بعد الفصل هنرجع نكمل كلام نستنوا